السلام عليكم في الفيديو جديد السلام عليكم في الفيديو جديد اتذكر قبل 6 شهور تقريبا او اقل من 6 شهور سويت 11 شيء ما تعرف عن ايربوتز تفاجأت ان مشاهدات وصلت لهذه الدرجة واللي عجبني برضو دعواتكم في الكومنت تحت فقلت ليش ما سوي لكم الايفون ما اننا عندنا اخر ايفونات موجودة واخر تغنيات موجودة من الايفون SE والايفون 11 برو ماكس فالاشخاص اللي عندهم 11 برو ماكس وما يعرفون كل الميزات رح يعرفون الميزات جديدة هنا موجودة والايفون SE برضو في بعض الميزات خاصة الحق التتش اي دي فخلونا نبدأ كبداية كبداية الفيس اي دي موجودة هنا الكل يعرف فيس اي دي واحد تقدر تحط له وجه وخلاص خلصنا لكن الفينجر اي دي او تتش اي دي او تتش اي دي تتش اي دي لازم تخشي العيدات وتنزل تحت لحق الرقم السري وتخش وتحط احصاب تقدر تحط خمس اصابع لكن في حركة حلوة انك في نفس الصبع انك تخش بتحط صبع تتش اي دي حقك تقدر تلعب بالاصابع حقينك تنتينهم وكذا تسوي تتش اي دي واحد لحق صبعين فحركة حلوة مشكلة الكل يعرفها لكن حركة حلوة انك مثلا ما تحط الصبع اليمين بعدين تتخلص تتش اي دي تتش اي دي واحد منهم تفك نفسك يعني اثنين هم تلعبوا خلاص ثان هذا الخيار نتقول لكم بعدين عن الكاميرا الكاميرا على المعالجة الجديدة ومنهم تهتي التيimi طابق تتش rat também فحركة حالية مثلا 4K تشغل ال meningصف الهدلة حالة كاميرا ويستخدم ل Cory otraية تسوي حركة حالية هنا حانك صورت اللايش وإستـن ففي حجم صورة التاع COUX أو كيف تضجع خيار بسيط نكتسحب الشاشة لفوق في نفس الخيار الصور و راح تشوف انك تقدر تلعب في الكاميرا و برضو في البوم الكاميرا نقدر نلعب في الفوتو او لاي فوتو اغلب الاشخاص ما يعرفون ان الخيار تقرأت شغله الطفيه اذا شغلت الخيار هذا اللي جيت بتصور الجهاز يلتغط ثلاث ثواني قبل ثلاث ثواني بعد فيخليها صورة لكن متحركة وتخشي البوم الصور تضغط على الصورة نفسها تتحرك تطلع الصوت برضو لحق الصورة وتقدر تحطها لورق حائط جهازك لحطته ورق حائط تضغط عليه الورق الحائط عندك في اللوك سكرين تضغط عليه تتحرك لكن الحركات تكون موجودة مع الايفون 11 والايفونات اللي تحت كلها مش لازم مع الايفون 11 كل الايفونات الا الا SE مش موجودة ما ادري لماذا ابل ما اضطتها ما لاها شغل في الهبتك تاتش يعني 3D عادي يعني الايفون 10R موجودة لكن ما ادري ابل ما اضطتها لا تسألني لماذا. لكن لا تستطيع تسويها. لا تسألني لماذا. لا تكن تقدر تسوي الحركة انه في البوم الصور في الجهاز. في الايفون SE تقدر تخش في البوم الصور. وتختار على الصورة نفسها. تغطيها تتحرك عندك. ويظهر صوته برضو. سمعته كيف؟ صورة. حركة عالوة. المهم وبرضو الى الان في الكاميرا. في الكاميرا برضو في خيار جريد عند ابل حطتها انك لجيت تتصور صور. وتابع تقلب من الصور الفيديو بسرعة. وانت لا تريد تتحرك يمين يصار. خلق على الصورة. اضغط عليها واسحبي مين. او يصار على حسب اللغة حكتك. وتحول الصور الى فيديو. بس تغريبا هذا كل شيء عن الصور. ننتقل لكم الحق التكستة حينها والكتابة. تقدر مثلا انا كتبت انك مغال طويل. تقدر تضغط على الاسبيس تحت. وترفع ويخلي الكيبورد نفسه تراك. فتقدر تتحرك في هذه الحركة حلوة. والكتابة تقريبا في اللغة الإنجليزية العربية ما اتوقع حطينها. انك تكتب بسرعة بالتراكينج ذي الحركة السريعة. وبما نحن في ملاحظات حين. برضو الملاحظة عندك لو حدفت الملاحظات تروح في سلة المهملات. لا تخاف انك اذا حدفت الشيء يختفي لا ما يختفي. خش سلة المهملات في نفس الملاحظات راح تشوفها هنا. بعد ثلاثين يومين حدفت تلقائي طبعا. تقرأ تنقلهم ترجعهم من حق الملاحظات حينيك. بدأ لسلة محذوفات. او تسوي لك فولدر. تسوي لك ملفات في نفس الملاحظات. حلو انا مسويها مثلا. ملاحظات الحق الوندوز. بعض السيلر نمبر حق الوندوز عندي حق البرامج من برامج يخليهم هناك. بعض البرامج الحق الماك اللي تعجبني يخليهم هناك سجلهم. أحط لأشياء مهمة. بعض الأشياء ملاحظات الحق الجامعة خليهم. يعني ملفات تلقائية حطها عندي. ومسيفها. كده ترتب الملاحظات عندك. وبرضو نفس الحركة موجودة في ألبوم الصور. يعني الصور عندك لو تحذف الصورة. تروح عندك محذوفات. تروح هناك تشوف المحذوفات عندك. بعد ثلاثين يوم راح يحذفون تلقائي. تقدر تروح ترجعها مثلا. فحركة حلوة برضو. ولو منتكلم عن فاست شارجين. الايفون اس اي. الايفون 11. الدخول كان من الجهازات المتقبل فاست شارجين. في حيلة التلقائية. كلهم يعملون فاست شارجين. فحركة حلوة. لكن في الايفون اس اي. ما يجي معك الافاست شارجين. او الايفون 11. او ال 10 ار ما يجي الفاست شارجين. حتى ال 10 اس. والاشياء هذه. لاجهزة الغديمة. ما يجي معهم فاست شارجين في العلبة. لكن تقدر تشتري أي فاست شارجين. التي يدعم ال PTE. أو باور دي البرج 18. هذا الحلوال يمكنك الإزمارات من الانفحر يجب أن تغير السلك السلك الانفحر موضوع الانفحر موضوع 3 تغير السلك تاخذ السلك الانفحر ترخب المرحلة اللى الجهازة اللى موجودة من الخلف زجاج الجهازة اللى فيها المونيوم لا تدعم الوىive sin liphone 8 يدعم الايفون 11 ولم يدعم liphone 8 يدعم الفون 11 3 8 11 11 برو e 11 برو ماكس 7 لا يدعم المونيوم العباد لا يدعم و لو متكلم عن ه ありث يدعم قبل ماذا مدوخة دعوة اذكر ايو اس النسخ القديمية موجودة برة خليها في الخلفيات لماذا يجب أن تخش العلدات تخش تسهيلات الاستخدام أو تنزل تحت تخش الشاشة وحجم النص وتنزل آخر شيء إضاءة الغائية موجودة تحت لماذا تضعها هناك؟ لماذا أبيض أضاءة الغائية تحق الإضاءة بكيفي؟ خليها في الملاحظات لماذا؟ خليها في الخلفيات خليها هناك إضاءة الغائية الإضاءة الغائية حلوة أنك تطفيها مثلاً أحياناً أنا أقوم بعمل الإضاءة حلوة أرفعها عالية ونزلها في أي مكان أو أنك دخلت الغائية في مستشعر مثلاً أطلعت في الشمس يرفع الإضاءة عالية عشان تشوف عدل دخلت في الإضاءة من خفضة ينزلها بكيفي؟ عشان يعدل لك الإضاءة على حسب المكان ويحفظ على البطارية ولم يتكلم عن التروتون أشخاص لا يعرفون التروتون التروتون موجود في الإيباد Air 2 تغريباً نزل ونطالع حتى الإيباد Air 2 تغريباً موجودين فيهم كلهم الخيار حلو أنك لو تفتح نتوكيشن عندك أو الكنترول سنتر تضغط على الإضاءة أو إضاءة الجهاز تضغط عليها ثاني كده ويطلع لك خيارات تحت ثلاثة في تروتون في نايت مود وفي نمط الداكن لو يتحول مثلاً من ثيم حقك الليلي أو النهاري أو اللايت كيفكن فهذا الخيارات موجودة التروتون حلو أنه يعطيك يغلل لك من الإضاءة الزرغاء الموجودة في الجهاز اللي يتألم في العين وبرضو نايت مود حلو نايت مود يخلي الشاشة صفرة في الليلة حلوة ويكون دافئ اللون عن العين خاصة أن يجد تنام حلو ذلك الخيار تقدر تخليه تماتك برضو إنه بس تغيب الشمس يشتغل نايت مود وبس تطلع الشمس يطفل نايت مود التروتون حلو برضو في شوي يغلل لك من ما قلت لك الإضاءة الزرغاء وحلو الحقي لين يعني استخدموا ولو بتكلم عن ترتيب البرامج ترتيب البرامج تقدر تضغط على البرامج تسحب على طول يقوموا يهتزون ترتبهم تقدر تضغط على البرامج الثاني وانت تساحب على برنامج الواحد تقدر تحطهم في حافظة واحدة تقدر تسحبهم تغير الملفات حقتهم وتحطهم مثلا مبر في سطح المكتف صفحة ثانية أو ثالثة تقدر برضو حذف البرامج تضغط عليها من فترة مطولة ويطلع لك خير الحذف تقدر تحذف البرنامج من هناك برضو لو بنتكلم عن يعني حذف البرنامج بالكامل لأن أحيانا مثلا يجيلك برنامج معلق عندك طيب تحذفها فترة تحمل منه الصور وردي معلق شو السالفة في حركة تخلي البرنامج عندك بس تخش العددات تخش عام بعدين تروح حق خيار مساحة تخزين آيفون بالعربي آيفون آيفون ما يترجم صح؟ بس حالة ترجمة لكلمة آيفون ننزل هناك نشوف البرنامج حقتنا كلهم طبعا تنتظر على حسب حجم البرنامج عندك وكم البرنامج شوف الجهاز يلعب يلعب يسوي لودنج يلي نطلع منك تحت فهناك لو تضغط على البرنامج يجيلك إزالة التطبيق وحذف التطبيق نتكلم معاكم عن الخيارين إزالة التطبيق احيانا عندك التطبيق حجمه كبير برنامج دينك أو لعبة مثلا حجمها كبير واتبي مساحة حين في جهازك طيب ش تسوي لا تهدف البرنامج لا خلا موجود سوي إزالة التطبيق لو سويت إزالة التطبيق البرنامج سيحن يهدف يعدك مساحة لكن البرنامج موجود لو تخش السطح المكتب ستشوف البرنامج وعلي زي خير خلص أمورك وارجع مرة ثانية أضغط عليه سيحمل ويحمل لك الـ data مرة ثانية لا يحذف أي شيء البيانات موجودة فيه فهذا الخيار حلو إزالة أو حذف التطبيق الخيار اللي تحت باللون الأحمر يحذف لك الـ data كله من نفس البرنامج وكل شيء جهازك معلق تحذف من هناك وترجع تحمله من الـ أبستور إن شاء الله يشتغل من عندك فهذا الخيار تقريبا حذف البرنامج من جذوره هذا الخيار هنا حفظوا هذه الحركة أي شخص واحد من الشابة مثلا عنده برنامج معلق أو شيء سودي الحركة إن شاء الله يشتغل معك ودعو لي ومن نحن هنا على هذا البرامج نقدر برضو في خيار ثاني وتخشي تعدادات تنزل تحت تروح حق أبستور وآيتونز هذا الكلمة والله مكتوبة بالإنجليزي يعني جهازي مع المعربة أنا مكتوب بالإنجليزي فتشوف الخيار أبستور وآيتونز أضغط عليه تنزل آخر شي تحت في مكتوب خيار إزالة تطبيقات غير المستخدمة بكيفك تبي تشقلها بما تشقلها بكيفك لكن هذا الخيار ما حلو فيه؟ إنه مثلا عندك برامج كثيرة في جهازك في بعض برامج ما تستخدمهم أنت مثلا فالبرامج بالحالة أو الجهاز حقك يعرف بعد فترة أو هذا البرامج ما تستخدم فهي حذفة لكن يجعله موجود نفس الخيار اللي قبل شوي وعلي علامة like cloud فإذا كنت تحتاج بعدين ما يحتاج تبحث عنه أو أنك أو انحدف من الجهاز حقك تروح أبستور موجود عندك في سطح المكتب أو في سطح الجهاز حقك أضغط عليه رجع يحمل مرة ثانية متستخدم لكن نفس الخيار اللي قبل شوي برضو حتى ذاك لكن فيه بس وحطيت لكم لكن هنا إذا البرامج انحدف من أبستور لو تضغط عليه ما رحيح المل فبعض البرامج مثلا أبل تحدفهم أبستور أو من برامج فإذا انحدف عندك وعندك هذا الخيار مسوي أن تسوي لك إزالة من الجهاز أو أن تسوي حذف تلغائي وترجع تضغط عليه تبي يحمل ما يحمل لماذا انحدف؟ لكن إذا كان موجود عندك تلغائي والردي من قبل وما سويت الإزالة إذا يتم شقال عندك إليه ما أنت حذفة أو تشوي لك حل وخلاص ينحدف كامل فهذا الخيار حركة حلوة أن تسوي مساحة في جهازك أنا مشغلها طبعا برنامج الحدف الله يرحمه ما يعمل فيه بعد نشوف البرنامج ثاني استخدمه لكن أشغلها لأنني برامج كثيرة عندي في الجهاز وبعضهم لا يستخدمونها وبعضهم لا يستخدمونها ومعضهم لا يستخدمونه من حين ورقية موجودة لأقوان حق البرنامج الجاهزة بعد فترة الحدف أضغط عليه حملة وأستخدمها أخرج شهر ما استخدمته لن أكمل فترة لكن لن أضغطني مساحة ثانية لكن أضغطني مرة ثانية والداتا موجودة فيه أرجع على استخدامه فحركة حلوة طيب لو نتكلم لكم سكرين ركوردن أشخاص الكثار يسألوني كيف نشكل سكرين ركوردن يعني يفتحون الجهاز يروحون لحق الكنترون سنتر اللي هو الخيار هذا اللي موجود هنا في السحب أو الحق الائفونات الجديدة اللي بدون زر الخيار في اليمين أو اللي يصار تسحبها وتشوف هناك السكرين ركوردن ليس موجودة حين بعضهم صح الجهاز لا يضعهم لك ولا الحفاظ على البطارية لا يضعها لك أول ما تشتري الجهاز لازم تخيش العدادات وتروح لخيار مركز التحكم لضغط على مركز التحكم تضغط تخصيص عناصر التحكم وتشونهم هناك الخيار اللي فوق تضمين هذو كلهم موجودين عندك تسوي لهم تقدر ترفعهم وتنزلهم وترتبهم كيفك تحت مكتوب المزيد من عناصر التحكم تقدر تضغط على البلص الأخضر وترفعهم فوق وتسوي لهم ترتيب هناك في خيار تسجيل الشاشة تضغط على تسجيل الشاشة وتنزل عندك في الجهاز ترفع الـ Control Center وتشوف الخيار تضغط عليه ويصور يحسب لك ثلاث ثواني تضغط عليه او ثلاث ثواني يطلع لك خيار انك تريد تصور صوت تضغط عليه وتكون تصور صوت مثلا تروح يمين يصار وتكلم تقول انتبه توقف مرة ثانية او من فوق يجي لك بالأحمر وتضغط عليه ولن نتكلم عن الارسال الارسال لا يحتاج ترسل شيء الواتساب مثلا في صورة او فيديو او ملاحظات او اي شيء او برنامج تضغط عليه الواتساب ورسل البرنامج لماذا هذا؟ تحبط داتا عندك عندك ايردروب لا يوجد افضل منها اضغط على البرنامج عندك الخيارات وتشوف ايردروب موجودة اضغط عليه تضغط عليه وضغط عليه دقائق لا يحتاج انترنت لا يحتاج اي شيء بشكل الواي فاي هو يرسل بطريق الواي فاي لكن لا يحتاج عندك واي فاي ولكن الجهاز يشكل الواي فاي وترسلها بحركة سهلة وبسيطة ترسل صور ترسل فيديوهات ترسل ملاحظات وبرضو برامج تذهب على صفحة البرامج عندك اضغط على البرنامج يأتي لك ارسال اضغط عليه اشوف ايردروب اضغط عليه اختار صديقي او موجود اختار اسم صديقي الكلمة الرابط الحل لا تحتاج وتعطي الاسم وتقولها بشيء وتعطي الشاشة وتعطيها لا يحتاج لحركة نسخ ورسل الرابط بحركة حلوة وممتازة وسهلة وبما نتكلم عن النقل فأتمنى كل شخص يستخدم الحركة التي هي 3D Touch لحق البرنامج وانزل تحت بسرعة لحق الـ Update لكي تحدث برامجك جميع الجهزة الأبراحين موجودة هذه الحركة أول كانت في 3D Touch حولتها أبرا للهبتك تتش مثلا كالسفتوير فكل جهزة موجودة حركة حلوة وأتمنى أنك تشاهد صدمة لو أريد التكلم عندي لكم أيضا لحق أنك إجباري تطفي الجهاز مثلا جهازك معلق أو شيء لجهزة الآيفون القديمة اللي بالزر زر الباور استضغطة فترة يطلع لك خيار الحذف وتسكر على طول لجهزة الجديدة اللي هي بدون زر لازم تضغط الخيارين مثلا في الجم ويجريك حذف أو زر الفوق زر اللتاحت بعد الخيار الباور بالحالة يطلع لك الحذف لكن في خيار ثاني حتى موجود في الجديدة لأن الجهاز الجديدة لا يوجد زر حقيقي الزر اللتاحت ليس زر حقيقي من الآيفون 6 استقريبا أو 7 الزر اللتاحت ليس حقيقي فيه هابتك تاتش يهز يقول لك أنك ضغط عليه ترى هو مش ضغط هذا زجاج عادي لكن قبل حطت لك حركة الهابتك تاتش أنه يهز الجهاز حقيقي يوهمك أنه تزر حقيقي فهذه الحركة أن الجهاز بلانه حقيقي كيف تعرف تطف الجهاز كامل لو طفيته كامل جرب وضغط الزر بعد ما يطفي ما تشوي يهتز تحسن أنك خربان لكنه ترى شغال لكن طافي الجهاز فما تقدر تسوي الحركة لما تشغله فمثلا إذا جهازك علق والخيار عندك هذا أنك الهابتك تاتش فممكن يعلق ما تقدر تضغطه فالخيار أنك تضغط تطويل الصوت تقسير الصوت وتضغط على الباور وتضغط على الباور خمسة وانا تقريبا الجهاز سيعد تشغيله هذه الحركة موجودة على جميع الإيفونات الإيفونات الموجودة بالزر على الهابتك تاتش أو ايفونات اللي بدون زر وهنا إذا حبيت تطلع على التقويم الهجري تضيفه مع التقويم الميلادي فالطريقة أنك تخش العردات تنزل تحت إلى التقويم تفتح التقويم تخش التقويمات بديلة وتضيف تقويم الهجري جهازك سيكون على التقويم الهجري والميلادي مع بعض نشوف الهجري مكتوب من تحت ماذا ما نشوف برضو في سطح المكتب أو في الإيقاف هنا قاعد تشوفه هنا موجود بس فأتمنى الفيديو عجبكم وهو حلو وخفيف كان عليكم وأتمنى فهمته شي جديد ما كنتم تعرفونه عشان تدعوني تحت فأتمنى تدعوني تحت وتكتبون لي شراكم في الفيديو هل نكمل الحركة السلسلة هل ما نكملها وفي نهاية الفيديو هذا الحساب من سناب شات أتشرف بإضافتكم لا تنسوا الاشتراك بالغناة ونشر المقطع وعمل لك المقطع وتعليقاتكم بتحت تهمني ولا تنسوا الاشتراك بالدعاكم السلام عليكم